ماكو داعي الى انه نعمم مبدأ الخسارة والربح هنا احنا ندرس الموازنة بين اكلاف وفوائد اشقد الكلفة وشن الفائدة هاي اساسيات السياسة انا اليوم لما العب في ساحة التيار الصدري شوف استاذ محمد اجراء تمرين تعبوي بالذخيرة الحية في ساحة التيار الصدري خطأ كبير وخطيئة قادة الاطار التنسيقي العباء المؤسسين لها العملية السياسية بخير المستعدين ان يذربون بكل هذا التاريخ الى ذاكر التاريخ سوف يعممون امن واستقرار وينطون للعملية السياسية مزيد من الانطلاق عند عودة الضيف الكبير اكو اليوم ترميم صحيح اكو عادة تموضع صحيح كسب الود الكردي وكسب الود السني قبل عودة التاريخ الصدري هاي ستراتيجية اكو تكتيكات سيد محمد واكو ستراتيج واكو جيو ستراتيج اكو ذهاب محمد الشاع للولايات المتحدة الامريكية هذا جيو ستراتيج واكو تكتيكات تتخذ داخل بغداد الناس هذولة على قدر ما تتناولوهم انتوا بكل سخرية وانتقاص لكن هم قادة فعليين اكدوا على مرور هاي العشرين سنة انهم تحملوا كثير من اعباء هذه العملية السياسية ما تراجعوا فترة ولا قالوا ما نقدر ولا قالوا ننزوي متصدين على طول الخط طول هاي الفترة واكفة تحديات تصدوا لها ولحد الان تمشي سفينة سادة ابو ميثاق عذرا المقاطعة وصلنا المثالية هذا خاطئ سادة ابو ميثاق عذرا من اللي تناولهم بسخرية تتحدث عن زعامات الاطار التنسيقي كل الاحترام وتجنابهم من اللي تناولهم بسخرية تقصدني آني تقريرك تقريرك تناولهم استاذ محمد أبدا السيد مقتدى الصدر سمحت السيد مقتدى الصدر ما جاي على حق الدجاج راح يكروف الدجاجات كله نوذيفين خارج هذا ويقعد يعني يحط رجل على رجل يقعد لا اكو سياسيين واكو ناس عامرين بالحق السياسي روسنا شيبة 53 سنة شا سوى آني بشغلي بحيز السياسة إذا ما أعرف شون أعالج عودة التيار الصدري خلينا نكون يعني أكثر طيب آني أريد أن أطيك مساحة أريد أن أطيك مساحة سادة أبو ميثاق وعالج لي عودة التيار الصدري بهذا الخطاب وصف حكومتكم حكومة بني العباس البارحة أو أول تل بارحة بذكرى استشهاد والده يقول سمعوهم للي تفاوضون مع الأمريكان ويتحدث ووصف يتحدث عن فاسدين يتحدث عن خصوصية للتيار الوطني الشيعي عالج لي يلا الله ويدك أنا أريد أنا أريد أنه استقرار العملية السياسة أنا أريد أعالج بالفعل أريد أعالج أريد أعالج وأريد وأريد أن الناس تسمع أنه ضمانة لظلعين الآخرين للتحالف الثلاثي عودة سيد مقتدى الصدر ضمانة للبارتي اللي كان أحد رؤوس التحالف الثلاثي وإلى تقدم هذا صديقكم عاد إلى الحيز السياسي في وقت أنه الإطار التنسيق يحاول يجذر نفسه وتجذر كثيرا وتغلغل في المجتمع وأنشأ عمل مؤسساتي وصان الدولة وحافظ على مكتسبات العملية السياسية وإنت كل ما خاوفك تبددت الآن سيد مقتدى يحمل همك كما حمل أبان تشكيل تحالفكم الثلاثي اليوم عودوا إلى بغداد اليوم كل مشاكلكم اللي ما كنتوا أحد يسمع لكم الآن بوجود السيد الصدر لا تقول لي ما أحد يسمع لي ولا تقول لي أنا أكو تعسف باتجاه الحقوقي بالعكس هذه ضمانة زائدة وهذا إعمام أكثر وتجذر للاستقرار بالعملية السياسية أكو دفعة كبيرة بعودة التيار الصدري صحيح البعض لا يلمح ما يشوفها بس عاني أشوفها شاخصة الله وكيلك عبالك داتا شو قدام عيني الأفضل للعملية السياسية من البداية هو عدم صراف الصدريين لكن اليوم عودتهم نتائجها إيجابية ما بيها سلبيات طيب غير على اللي على اللي من البداية هم خرجوا من عباءة السيد الصدر والسيد الصدر معني بالعودة لأجل هؤلاء لأجل لأجل تأديب بعض الذين خرجوا من تحت طيب خلي أسأل شؤال جاوبني عليه صراحة دكتور سادة أبو ميثاق سادة أبو ميثاق المرجعيات تختلف سادة أبو ميثاق أبو ميثاق أبو ميثاق جزئية حتى أذهب للدكتور رافض نعم وصفتهم باللي خرجوا من تحت عباءة السيد مقتد الصدر هنا سؤالي الجوهري وبنعم أو لا حتى لا حرجك هل الإطار التنسيقي مستعد أن يضحي بهؤلاء أم لا السياسة إلها مقتضيات والأيديولوجيا من العمل بالسياسة الوصول للسلطة إذا حال وجود فلان مستعد من وصول للسلطة طمعا راح تخلى هؤلاء بكل واقعية بكل واقعية بكل واقعية بكل واقعية أريد أوصل للسلطة عندي جماهير أريد أخذ مكتسبات وأقنعهم أحييك مرة ثانية والله على هذه الصراحة سادة أبو متاء أخطاء حتى يحجبني عن الوصول إلى ما أريده